ايش رأيكم في هذا الثيم؟ كيف شكله؟ لايقونات؟ حلوات كيف الشكل اللي عام تابعه؟ لذيذ كيف مركز التحكم؟ نار كيف شريط الاشعار؟ حريقة كيف خلفية؟ شاشة القفل؟ والع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير إن شاء الله موسطين واليوم بدنا نيجي نشوف هذا الثيم ونشوف مواصفاته وكل إش عنه وخفياه وخبايات في الداخل وكيف ننزله ونشوف شو اسمه لا تنسى اللايك في الاشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يصلك كل جديد وخلينا نروح نشوف إيش هذا الثيم بيقول تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب مننا بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة بدنا نيجي على الإعدادات وعلى الإعدادات الإضافية ونحول الدولة للهند وهي الهند وهينا حولنا الدولة للهند وهيكا اتحولت الدولة للهند عشان أنا ألاقي كل الثيمات ما تغلبش فيهم وممكن أنت تلاقيهم على الدولة اللي عندك بس هذا احتياطا يعني وبعد هيك بنروح على تطبيق الثيمات في الموبايل وبنيجي هنا في البحث بنكتب R.O.G R.O.G شايفين R.O.G ومنعمل سيرش بحث طلعش هيطلع معنا هان هيو R.O.G هيو هاي التطبيق اللي أنا بديه الثيم اللي أنا بديه هايو مجاني بعمله عملية تنزيل وهايو بعمل عملية بتنزيل طبعا بس نخلص في الآخر في ناس بيقولوا طب أنا بدي أرجع جهازي زي الأول على اللي هو الثيم الأصلي هرجع لك إياه ما تخافش هورجيك كيف وأنا كمان عملت فيديو بخصوص هذا الكلام حط لك كمان الفيديو الآن كمان عشان تشوفه كمان لو أنت احتجت هذا الكلام هايو خلص تنزيل جهار الاستيراد طبعا هنعمل له تعيين قبل ما تعمل له تعيين ده كتأكد أن الأيقونات الأربعة الزرق معينات هيك معلمات تقول له تعيين الآن الثيم اتعين عنده على الموبايل يا عيني اتغيى شكل الجهاز هاي الساعة هاي اليوم هاي الساعة عندك اليوم والتاريخ هاي كيف اللي هو الأيقونات كيف أيقونات التطبيقات عندك في الجهاز كيف لذيذة هاللذيذة حريقة طلع كيف مركز التحكم كيف مركز التحكم لوز اللوز كيف شريط الإشعارات لوزين اللوز طلع معي هان كمان لو اجينا لو طلع هان معي على شبكة مسلا الواي فاي كيف رمزها صار كيف اللي هو لما انت تطفيها أو تشغلها كيف شكلها شكلها تغير شكلها يصار ايش تاني حاجة جديدة لاحظ هانا لما نيجي مسلا في مركز التحكم نشغل مسلا البلوتوست شايف عنده الحركة ايش صار صار تحركت لفوق فيها نشغل تحركت لتحت الفلاش مثلا شغل الفلاش تحرك يعني الشغلة شايف هذا ايش بصير المستطيل يتغير اللي هو في شغل بتطلع لفوق وبتنزل لتحت هاي مسلا اللي هو كتم اللي هو هيك فيش كتم لما تكون لونها على هيك على اورنج بتكون انها هي فعالة تمام هذا بالنسبة لمركز رحين نيجي نطلع على اللي هو هانا طلع معاي على اضاءة الشاشة لما تعمل اضاءة الشاشة كمان بتلاقي ايش الايقونات كلها راحت فيه هنا كمان حاجة اهم اشي بدنية طلعوا معاي هان حاجة اللوز 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 طلع ايش اللوز اللوز طلع اول اشي قبل من اللوز اللوز فيه هنا بالنسبة لمركز الاشعارات هذة اللي هو بتضغط عليها زي هيك بتمحي كل الاشعارات الموجودة عندك لو طفينا الجهاز هيك وشغلنا الجهاز فيه هنا هنا لو جينا عملنا سحبة الى اليمين بجيك اللي هو تشغيل خلفيات لشاشة القفل لا عدة لها يعني انت كل ما تيجي تفتح جهازك هتلاقي خلفية جديدة تقوله تشغيل يعني شغل نقوله تشغيل تمام الان لما انت تيجي تشغل جهازك هتلاقي انه الخلفيات اللي على شاشة القفل اتغيرت كل فتحة لقيت هتلاقي شاشة قفل اه يعني حاجة جديدة نشوف اول حاجة هاي اول اللي هو صورة لشاشة القفل طلع كيف انا هاي سكرت وهنا بدي افتح تاني هاي كمان صورة هاي نسكرت وبدي افتح اه افتح هيك خلنا نشوف عشان تتحرك ها هاي كمان صورة وهي كمان صورة نفتحها ها وهي كمان صورة كيف يعني انت ما بتزهجي شيك بتلاقي انه جهازك هي اش الدعوة كل فتحة بتلاقي اللي هو صورة جديدة لا ايش هادي اللي هو لا هذا الثيم خاصة فيه يعني بتلاقي شاشة القفل في كل فتحة صورة جديدة شايف هذا البس كيف كمان رفع ايدو طلع مايهان كمان لو اجيت هنا على الاعدادات وروحت على المي على حساب مثلا اي ايش يعني ناخد هذا مثلا المي طلع كيف كيف الشكل كأنه انت فاتح دفتر طلع كيف هذا كله حاجة جديدة يعني اضاف لك اياها هاي حساب المي وهنا شامبيونز ويعني بعطيك تقولي ش الدعوة الجهاز اتغير فبالتالي لوز اللوز وحاجة جديدة وبتغير الواحد بيخلي الواحد كأنه جهاز جديد معك اللي عجبني كمان انا اللي هو مركز الاشعارات طلع كيف شكله مركز الاشعارات يعني شكل غريب يعني كيف شكله شكل غريب عجيب هاي كمان سكرنا وهاي كمان صورة جديدة اجتك ها هاي كمان صورة جديدة انا الجهاز اللي هو ها المية عشرة انتو بتجربوا على اشيزتكو هتلاقوا طبعا الامور زي هيك انا جربت عن نوت تمانية عن نوت تمانية كمان اعطاني كمان شكل كمان نفس الاشي اوارجيكو هاي رد من نوت تمانية زي ما انتم شايفين طلعوا كيف هاي مركز اللي هو التحكم مركز الاشعارات كمان طلع كيف مركز الاشعارات اعطاني كمان صورة فوق يعني انسى قلق. حاجة قلق. وهنا اللي هو صورة اللي هو شاشة القفل هيا صورة شاشة القفل. كمان. صورة شاشة القفل كمان بتتغير. واهاي كمان حساب المي كيف? تتغير. وشاشة القفل طبعا بتتغير. ممكن تيجيك الشاشة القفل مرتين تتكرر ما فيه مشكلة. يعني لما يكون جهازك اللي هو من ضمن مركز التحكم اللي ظهروا اللي هو الخلفية تابعته اللي هو رصاصي اللي هو هيعطيك زي هيك الشكل. برضو حلوق ومتاز جدًّا يعني التغيير كمان ومركز الإشعارات هيعطيك زي هيك دورجيك هنا حاجة كمان إنت بتلاحظ إنه هاده الأيقونات في الداخل تبحاح مثلا هاي جوجل كروم هنا بتلاحز إنه جوجل كروم الرمز تبعه جوه موجود هاي الرمز تبعه مثلا اليوتيوب هي اليوتيوب وين هو هي اليوتيوب الرمز تبعه بتلاقيه موجود جوه الفيسبوك هاي الرمز تبعه土 عمل جوه يعني التغيير كامل حاجة جديدة أول مرة يعيشوف يعن يعني الثيم زي هيك ممكن انت لما جيت فتحته زي هيكة وأعملت زي هيكة تتفرج كمان على القصص على التطبيق اللي هو بيجيب لك الصور شاشة القفل تتفرج كمان على صور وعلى فيديوهات زي ما انت شايف كمان من نفس الثيم ما بتزهجش منه هاي شايف الفيديو بيعرض لك الكيكة وبقطع في الكيكة عامل عيد ميلاد ما هي بيعطيك فيديوهات تتفرج عليها من نفس الثيم ان شاء الله يكون الثيم أعجبكو أكيد أعجبكو لأنه ثيم يعني تجديدات صور وفيديوهات تنساش تدعمونا باللايك والاشتراك يا حبيب ان شاء الله يكون الثيم أعجبكو واستمتعتو وغير مجرى التاريخ في الموبايل تبعك الى اللقاء في فيديو جديد تنساش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام